السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم حلقة جديدة من حلقات القناة النهاردة معرفناش نطلع معاكم في حلقة بث مباشر وإن شاء الله نعوضها معاكم بكرة بإذن الله منذ قليل نزلنا حلقة مهمة وكلام جديد لشيخ الأقصى بيتكلم فيه عن الهلكة التي ستضرب العرب فتابعوا هذه الحلقة للأهمية النهاردة هتكلم بإذن الله في أكثر من موضوع ماذا يحدث حول العالم ايه اللي حاصل وشغال في هذه الأيام كمان في وسط الحلقة هوجه رسالتي إلى النكرة وهتعرفوا مين النكرة في خضم هذه التفاصيل عايز أبدأ الكلام بتاعي بالآيات والنظر الربانية اللي يعني أصبحت تصل إلى الدول العربية والمشاهد تزداد يوما بعد يوم المشهد اللي بيظهر أصدنا دلوقتي من عمان وبنشوف الرعد والبرق كما لو كان المشهد نحية أمريكا ولا نحية أوروبا هذه آيات ونظر ربانية اللي عايز يفهم هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه لأن يفهم واللي هينكر هيلاقي هذه الآيات تطارده والنظر الربانية تطارده في كل مكان الموضوع بيزداد بصورة غير طبيعية والشحنات الضاغطة على الأرض بتزداد يوما بعد يوم وكمان ناس يعني إما أنت تيجي تتكلم في هذا الملف لازم تعرف أن الأعداء هينكروا هذا الأمر والأعداء عايزين الناس تفضل في حالة من الاختلاف والشك كما قال الله في القرآن بل هم في شك مريب شك مريب يعني حالة من الترقب يصحبها عبث ولعب كما قال الله في سورة الدخان كمان عايز أنتقل إلى عنصر آخر الغرب بيعلن قرب نزول عيسى بن مريم احنا بنسميه عندنا في الإسلام نزول هما بيسموه عودة ثانية العودة الثانية لعيسى بن مريم وبيقولوا أن الأمر اقترب واقترب نزول عيسى بن مريم وطبعا كلكم عارفين أن هؤلاء لما بيتكلموا في الدين بيحترموا الأمر لكن إحنا عندنا ربنا ابتلانا بمجموعة من الكهنة والرهبان عارفين الحق وبيكتموه طيب لو أنت خايف من الطيار يعني فالتقل خيرا أو لتصمت لكن هؤلاء علشان خاطر يظهروا الولاء ليبيتكلموا أن كل هذه الآيات لا وجود لها حتى الأحاديث الصحيحة السابتة زي نزول عيسى بن مريم بيقولك أنه فعلا هينزل بس لسه مئات السنين طيب ما هو هو أنت مش كده حددت توقيتاته قلت مئات السنين طيب ما إحنا بنطلع نقول للناس أن الأمر اقترب تلاقي واحد جاهل طالع بيقولك لعنى رسول الله الوقاتون سبحان الله طيب وهم ما يقولك بيت سنة ما هو برضو دواء التوقيت نوع من أنواع التوقيت الإسدواجية في المعايير من أهم خصائص المنكرين والمشككين الجزء كبير منهم عامدا متعمدا من معسكر النفاق في ظل هذه الأجواء اللي فعلا بينتظروا وبيقولوا أن العودة أصبحت وشيكة بتظهر لنا مشاهد لظهور عيسى في السماء كما يزعمون طبعا الكلام دا مش حقيقي وغير صحيح وكل دا خدع بصري وكل دا هولوجرام والمشاهد يعني واضحة للغاية لكن اللي إحنا عايزين نقوله إيه عايزين نقول أن إحنا للأسف كمسلمين مش بنتعلم يعني أنت شايف أنه هو بقاله دلوقتي سنين بيقولك أن فيه تقنية جديدة اسمها تقنية الهولوجرام وعارف أن هذه التقنية خادعة وعارف أن الدجال نصاب وأنه هو كل رأس ماله الخداع والنصب على الناس ولذلك سمي المسيخ الدجال أو المسيح الدجال فبالرغم من ذلك أنها تلاقي كثير من الناس عند ظهور الدجال وخروج الدجال هيقولوا والله في الأول دا عيسى بن مريم وبعد كده هيقولوا إيه هيقولوا دا هذا الرجل لا دا حاجة أعلى من كون إن هو يكون عيسى بن مريم حتى يؤله الحديث قالت كده ولا ما قالتش قالت كده في ظل الموجة اللي احنا شايفينها إن كل واحد بيتمسك بالدين بتاعه ومعالم الدين بتاعته حتى إن الدين عند الله الإسلام طبعا عارفين الدين الأوحد هو الإسلام وكل الأنبياء مسلمين لازم كلنا نعرف كده لكن في ظل تمسك هؤلاء بالعقائد بتاعتهم اللي هي عقائد محرفة بنلاقي المسلم ومش أي مسلم الصفوة المفروض إن هما الصفوة الدعاء والشيوخ بيطلعوا ينكروا الأحاديث اللي احنا شايفينها أصاد عينينا يعني بتبجح كبير وأنا بنطقي الألفاظ يعني شهداء المقبرة الحديث تاع شهداء المقبرة اللي الرسول قاله عليه الصلاة والسلام والحديث بتاع إن هيبقى فيه سبعين ألف وهيبقوا متمركزين في عسقلان هم من الشهداء إحنا بنشوف هذه الأحاديث أصادنا وبيطلعوا بعض من الدعاء بمنتهى البرود يعني أقل ما يقال بمنتهى البرود يطلع يقولك لا أصل ده حديث ضعيف وهو شايف إن الحديث قاعد كل يوم بيتحقق أصاد عينيه يوما بعد يوم ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الأحاديث يا أحباب أحاديث صحيحة وهي أحاديث صحيحة من حيث هو المعنى لأن احنا شايفينها أصاد عينينا للأسف مش هنقدر نكدب عينينا علشان خاطر جنابك كمان عايز أتكلم عن عنصر مهم جدا جدا وأنا سئلت عن هذا يعني الموضوع وهذا السؤال في الأيام الماضية وده حديث الساعة للناس اللي عندها إحساس وبتحس بالمسلم المسلم المفروض يشعر بأخي المسلم رمضان واضح جدا حتى الآن ممكن الأمور تتغير ويحصل اتفاق ويعمل وقف الاشتباكات للمدة ستة أسابيع زي ما أعلنوا لكن واضح جدا أن الأجواء بتبشر بكارثة بالمعنى الحرفي للكلمة في بداية رمضان بالنسبة لأهلنا في أرض العزة للأسف الشديد واضح جدا أن الضربها يستمر والانتهاك قدسية الشهر ها تستمر وتجويع الناس للمفروض يصوموا هيصوموا ازاي هم أصلا صايمين طبيعي وإن لله وإن إليه رادعون ونشكو إلى الله خيانة الخائنين فالوضع إن لم يحدث تدخل واضح ومباشر هيبقى كارثي وهيبقى الوضع إنسانيا صعب جدا جدا ويعني أنا أوجه خطابي في هذا المنبر يعني من منطلق براءة الزمة إن أنا عايز أبرق زمتي وإن كل واحد لازم يتحمل مسئولياته ويقوم بدوره الطبيعي إن لو لم يتدخل أحد هتبقى كارثة كبيرة جدا 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 في رفح وفي غزة وهذه الأماكن والحصار يا أحباب من جميع الجوانب لكن عايز أبشركم وأقول لكم ما تزعلوش هؤلاء بإذن الله شهداء عند ربهم أحياء ما ماتوا ولكنهم أحياء يرزقون كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنت حزين وحق لك طبعا باعتبار أنت مسلم وعندك إحساس أنت تزعل ولكن صبر نفسك بأن هؤلاء سبقون بإذن الله إلى الجنة وهم أحياء وفريحين بما آتاهم الله كما قال القرآن الكريم صبر نفسك بهذه المعاني وربنا سبحانه وتعالى يسطر وفي الأيام القادمة لأن الوضع غير مبشر بخير في بدايات شهر رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال تعالوا كمان نتكلم عن العنصر الأخير في حلقة اليوم امبارح عملت حلقة وتكلمت فيها مع المتابعين اللي بيتفرجوا علينا واللي بيتابعونا وتكلمت عن في رحلة البحث عن الإمام المهدي وقلت أن فيه هناك شاب وهذا الشاب من دولة فلسطين وقلت أن هذا الشاب يعني فيه صفات بتنطبق نقلا عن العلماء ونقلا عن الناس اللي بيتابعوه ولم أجزم طبعا قط أنه هو المهدي ولكن دايما لازم في رحلة البحث عن الإمام المهدي لازم أن أنت تحط كل الاحتمالات لأن ده اسمه بحث عن كل الشخصيات أنت مش مستني شخصية معينة ففجئت بأحد الأشخاص اللي هو يعني غير مغمور واحد مغمور يعني أنا بسميه نكرة هو فعلا نكرة طالع بيتكلم وبيهاجم وعايز طبعا أنتوا عارفين اللعبة إياها أن عايز أن أنا أرد عليه وهذا القزم علشان أرد عليه هعمل لي شأنه وهجعل لي مكانه علشان في الآخر بحثا عن الترند اللي للأسف الشديد مجنن كتير من الناس البحث عن أكبر عدد من المشاهدات بصورة سريعة علشان خاطر أن هو يستخدم ويزوج باسمنا في خضم معركة الوعي الكبيرة اللي إحنا متحملينها وأنا مش عايز أقول كلام كبير أن إحنا متحملينها شبه لوحدنا في ساحة قنوات آخر الزمان اللي تالت تربعها بتتكلم عن خرافات وبتتكلم عن المهدي تجوز وطلق وأن المهدي زعل وأن المهدي فرح وأن المهدي عايش مع أبوه وعايش مش عارف مع إيه وإحنا يعني بنتحمل لوحدنا ومعانا يعني ناس معدودة على أصابع اليد عشان برضو ما إيه لا نبخس الناس أشياءهم لو في ظل هذه الأجواء يطلع واحد ناكرة عايز أن هو يتعرف على أكتاف الغير ويطلع يهاجم ويتكلم ويقول أن هذا ليس من المصلحة ده كده هيبحثوا هم مش مستنيينك أنت مغفل وللأسف الشديد أنا بقول ده وصف حال أنت مغفل فعلا وعندك وعدم فهم للأحداث وهم مش مستنيينك عشان خاطر يدوروا ويبحثوا عن شخصية الإمام المهدي لأن البحث كبير على قدم وصقق وحد يضحك عليك ويقولك أن الناس ديت أنت كده بتلفت نظرها لا أنت مش بتلفت نظرها هم عندهم إمكانيات ومقاومات في البحث عن شخصية الإمام المهدي وبيبحثوا بكل ما أوتوا من قوة ومسخرين كل الإمكانيات فالكلام ده كلام حق يراد به باطل فانتبهوا جيدا دي معركة شرسة وفيها يعني نسأل الله لهذا الشخص المغمور إنه هو ربنا يشفي من المرض لأن الحسد مرض عضال وليس له شفاء على الغالب إلا أن يصلح فساد قلبه بارك الله فيكم أيها الأحباب يعني للحديث بقية نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع سلام الله عليكم ورحمته وبركاته